اهلا عزائي المشاهدين ارحب بكم اجمل ترحيب من جبل الزيتون في اورشاليم القدس منواصل دراستنا من عزة المسيح على الجبل وفي هذه الحلقة رح اتكلم عن موضوع كتير كتير مهم موضوع اللي اتكلم في يسوع احب اعداءكم ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين احنا ما زلنا مندرس في عزة المسيح على الجبل واليوم احبائي رح نسمع شيء قاله يسوع المسيح اللي بميزه بخليه شخص متفرد اللي كل العلماء والحكماء بتشهد لهذه الشخصية قال يسوع سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغد عدوك واما انا فاقول لكم احب اعداءكم بارك لاعنيكم احسن الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسئون اليكم بيستمر قائلا لكي تكون ابناء ابيكم الذي في السموات فانه يشرق شمسه على الاشرار والابرار ويمطر على الابرار والظالمين لانه ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم اليس العشارون يفعلون هكذا او هذا اخوتي واخواتي قال يسوع احب اعداءكم لاي شخص عايش في هذه البلاد طبعا صعب جدا في هذه الفترة اللي انا موجود فيها في اورشاليم في ظروف واحداث سياسية كتير كتير صعبة ومظاهرات في كل مكان في هذا الشهر لكن احبائي كيف يصل الى المستوى الرفيع انه فعلا يصل الى درجة انه يحب اعداءه وما في بيت الا تضرر في هذه البلد وكل عيلي لها يعني فقدة ناس وكل اشخاص خسروا بيت او ارض او ممتلكات او احد من الاولاد او من العيلة موجود في السجن فكيف استطيع ان احب الاعداء ولما بتيجي بتتكلم لمجتمعنا هون عن محبة الاعداء بيحطوها او بينعتوك في كده حاجة انت انسان مش طبيعي انت انسان يمكن عميل انت انسان كده ويعني بانه مش طبيعي اللي انت بتحكيه هذا ضعف وهذا خرفات وهذا مستحيل مش ممكن يتم لكن احبائي وصية يسوع المسيح احبوا اعداءكم المسيح ما نزلش من المستوى ولا من المقياس الكمال وهذا اللي منسميها النعمة العامة للجميع اشتركوا في القناة